وهو نشر منشورات تمجد حماس السجن المشروط لطالب لجوء فلسطيني أردني في النمسا كنا من أوائل أذاع الخبر ده بعد القبض على الشاب الفلسطيني الأردني ده وإن كان هو يعني بيقول إنه هو بلا جنسية هو فلسطيني أردني ولد في الأردن ولكن شايف الحكم اللي أخده ده سنتين مع قف التنفيذ هل ده فعلا حكم عادل أو ما قدم أو ما نشر كان بيتماشى أو يتناسب مع الحكم اللي أخده ده ولا شايف الحكم ضعيف بصراحة لن أتدخل في نقطة الحكم لأن الحكم هذه مسألة تقديرية تقيمها المحكمة ولكن السؤال الذي صراحة يتم الالتفاف به من هؤلاء الأشخاص الذين يؤيدون ميليشيا حماس فالفكرة أستاذ مضوح يعني هذا الشخص قال لك ودين بأربعين منشور على الأقل ما هيك سيدي موش بأربي أربعين منشور أو تعليق أو شيء يمجد فيها حماس ويمجد كذا ويؤيد تدمير إسرائيل ويؤيد تدمير إسرائيل طيب خير إن شاء الله يا سيدي أي يد ما تريد تأيد عمره 28 سنة هذا الولد في نفس الوقت قال لك بالمحكمة قال أنا ما بعرف إنه حماس إرهابية ما بعرف إنه شو عمله ما بعرف إنه 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 فعليا يعني قاموا بهالأعمال الشنيعة بغض النظر يعني كما وصفت بالمفردات المحكمة ونص الحكم فقال إنه أنا ما لي علاقة فيهم ولا أمجدهم ولا أعترف بهم وأنكر كأنه له أي علاقة بأي شيء تكرار وعمل شيء يعني بصراحة هذا تكرار لكل المنتمين تكرار الأسبوع الماضي شو كنا بنحكي بيكفروا بكل حماس كأنها رشرة من عمل الشيطان هن والإخوان نفس الأسلوب طب يا حبيبي مدامكم مدامكم اللي بتأيدوا هذه الميليشيات وهذه التنظيمات المتشددة ليس كوصف أحمد هذه ما تصفه في أوروبا وغيرها التي لجعتم إليها فعلي أساس تؤيدونها علي أساس تمجدوها اللي بدي أخذ موقف سياسي اللي بدي أخذ موقف ما لصالح قضية ما بدي يكون أد هذا التصرف أما 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 بتلاقيهم بيحكوا بطريقة ولكن بعدين بينكروا وبيبكفروا بكل حماس وبكل هذه المجموعات لما يصيروا بالمحاكم لما يصيروا بالمحاكم نعم الكتاب القسام كان ينزله كان بيأيد المنشورات بتاعتهم نعم والشيء الشيء بالشيء يذكر يعني اليوم ناشطة ناشطة نمساوية أيضا أرادت أنه بد أو فالمحامية آسف ليست ناشطة محامية استردباقنا بالضبط كانت موجودة ضمن المظاهرات وقالت أنها مظاهرة يوم الخميس تريد يعني تريد مقاضات أو تضالب اعتذار وزير الداخلية لأنه أسيء فهمها وهي قالت أنها يعني حاولت أن تكون ضمن المظاهرة لتقوم بتفسير وتوضيح قانوني يعني حول لماذا تم يعني مساءلتها والتعرف على هويتها داخل المظاهرة فهذا يا سيد الكريم أدى أدى إلى أن تكون سيب تتهم الشرطة أنها كانت بتستخدم أسليف تعسفية يعني حاجات قصرية جدا بالضبط يعني قالت أنه فضت المظاهرة يجب أن الشرطة فورا فضت المظاهرة عندما قالوا من النهر إلى البحر وهذه الشعارات وما يقال هناك وعتبرته الشرطة أن هذا شيء يعني متشدد وضد السامية وهذا الكلام هذا اللي بيحكون وهذا اللي بيضعه لإبادة إسرائيل فبالتالي فبالتالي يا سيد الكريم يوجد بصراحة ضمن المحاكم النمساوية والقانون والقضاء وكل هذه المعطيات أنه يوجد تفسير غير واضح وتفسير غير صحيح لقراءة والتعامل مع هذه الحالات إن كانت بالشب الأردني يعني كان كاتب أربعين منشور عما يمجد وهذا الكلام كله بعدين نكر كل شيء بالمحكمة وحكمة سنتين مع وقف التنفيذ وبتيجي هذه المحامية من الطرف الآخر وتقول أنها وسيئة فهمها يعني بصراحة الكيد الكل مع حق والكل يعني ما بين حتى بما فيهم الدول ما فيهم الشرطة الجميع لأنه يا أستاذ الكريم اليوم لا يوجد تفسيرات واضحة وقراءة واضحة لهذا الشأن المتعلق بالقانون موضوع معادة السامية وحق التعبير عن الرأي والتظاهرات وما إلى ذلك كل هذه الأمور لا يوجد بها تفسير واضح فبالتالي تقع العديد من المغالطات في هذه الحالة ترجمة نانسي قنقر